هاي اللغة التي تستخدمها يعني قد تكون هو الهدوء الذي يسبق العاصفة الى حد انك اقسمت امام الرأي العام بانك هذه المرة لن تسكت ش عندك يعني لا والله ما اسكت مثل شلو لا لا اوفي ش عندي يعني تريد تريد تريدني اسمعني تريد يظلون انساني حاربني وانا ساكت مو حتى الله يعيبني سبحانه وتعالى حتى الله يعيبني انطاني كثير من الامور اقدر استخدمها واقدر السبل كثيرة اقدر امشي بيها طبعا اقسم وهالمرة يا اخي موضوع وجود انت شنو كافينك عن ديرتك وقاعدين هما جايرتعون يبوقون هس انت تبوق تبوق وتحاربني تبوق وتظلمني انت واحد حش السامع وواحدكم منكرة ما ارددك بالاصل ما انشغلة حش السامع ما انقعد ابطار في العون بالمضيف تجي تريد تحط راسك بروس نوضرد مذابح نوياك لا على السياسي ان يفهم الله وفق ان الله يرزق من يشاء بغير حسان هسه الله وفق بس اقف لي الله ما يوفق الحرامي وما يوفق الردي وما يوفق الخائن الله ما يوفق شاش لو صاره ولكن عليك كسياسي ان تفهم هسه والله ما ادري خالي نجم متى يش تحطش يا خالي هسه غير نسول يفهم قشرة هسه من نفط البصرة من نفط البصرة صارم من نفط البصرة صارم صارم من نفط البصرة وان اخو العموم على السياسي ان يفهمون انه مو كل العقل للإيجار ولا للبيع ولا احنا رادي منهم شي احترمني احترمك تقدرني اقدرك اضعاف اي اما تحاربني وتريد براسي تسعد وصير شريف انت مشوفها صعبة مشوفها كافي هواي يعني واحد عن بيته وعنهله وعن عشرته تشمده بظل يصبر بالله عليك اسلك بالله انت بعيد عن اهلك تسع سنوات ها اي مو كافي يكافي ظلم خلص اذا اذا لا تقول يتهددها ما جاي يهدد انا اريد حقي وحقي عرفت شو ناخذه وليدي افتح بابه افتح الميت باب هالمرة انا كل اللي اطلبه انه انصاف واعطاه حقوقنا تنطولنا هاسا عمي انصفونا يا شيخ وهذا ادنى ما نستطيع ان نتكلم به خلينا خلينا بنفس الجو اللي احنا نتحدث به انت تتحدث بسقف عالي جدا يعني لن نسكت وهذه المرة سنقلبوا الطاولات او ستنقلبوا عليهم الطاولات وانا جئت وعندي تصفية حسابات وتقول للاخر انت ليش خايف او ليش وتعرب عن استغرابك لماذا هذا الفزع انت في اول ظهور لك الان هم الان يعرفون انت كما تقول عندك تصفية حسابات في المرحلة المقبلة فعليهم ان يهيى انفسهم مرة تفزاهم ومرة تقدم له التطمينات من بظهرك خلي غير الاسلوب وغير الطريقة يعني يصد الى عمل السياسي ولا التمثيل اللي هو يدعي ويعوفنا في حالنا صعبة يا انت شوفها صعبة لو شون يعني هو هذا اللي دريده هنا انك لا تظل تحاربنا بالقضاء وتحاربنا بالملفات وتحاربنا عبر الحكومة وتحاربنا بكل الاتجاهات وتريدنا نسكت مو بها الطريقة الامور تمشيها سيدي الله يطولي عمرك مو بهذه الطريقة يعني انت اليوم انت كنا عايشين كموطنين في هذا البلد طيب هل من المعقول ان الموجودين خوش اوادن تقريبا حدود الخمسة او عشرين خمسة وعشرين مليون عراقي كلها اطلعت بالشوارع الصيح اسعوف علي الحاتم بترك كلامي يعني عوفة هذا كلها عوفة على الجنب وهاي الناس جاي تطلع وتهوس يوميا هذول الكلام باطل انا واحد من هال عشرين وثلاثين مليون دا اتكلم واحد واحد النفر واحد اما موضوع التهديد يا سيد العزيز انا ما جاي اهديد دا اتكلم بلغة عقلانية جدا والله العظيم ودعتك ولا جاي اصعد ولا جاي اسوالف سوالف خارجه عن الحشاك المألوف او العقل لا بالعكس ولكن بالنهاية شنو اللي اردى اصاله اردى اصاله الى نقطة مهمة جدا لو احنا والسياسين انتفاهم على كل من حده وين واما كل من ياخذ حقه ويندله وين احنا هذا دا نتكلم به انا ما جاي اقول له اطلع انت ما تمثلني وانا اردى اجيب كتلة غيرك او قوم من كرسي البرلمان اردى احط واحد لمكانك او تعال يا ابن خنجر اطلع من تمثيل المكون روح وقعد في لال مكاور ما ندخل بهم بالمقابل ما نطلب احترام الحدود اللي بيننا وبينهم يعني هو نصعد ونزل الخال النجم وين رح يروح بيتالي رح يخلص الدورة مالته وين رح يقابلنا ويقعد وين ينطي وجهه يعني وين بعدين بس هو المصيبة السياسية انه استرخصوا كم واحد من ذول المستشيخين وعبارهم الكل بهذا الاحساب وهذا غلط هذا غلط اشتركوا في القناة